بعد بلاغ وصل الى مديرية الامن الوطني في نينوى توجهت قوة من المديرية الى احد المواطنين الذي ابلغ عن عثوره على قطعة يعتقد انها اثرية ولكنه لم يكن يعلم مدى صحة كلامه ليتبين بعد ذلك ان القطعة اثرية وتحمل كتابات مسمارية تعود الى العصر الاشورية الارضيات الملكية تلاحظ وجود القير هذا دلال على انه مكانها الحقيقي في ارضية القصور تستخدم بتبليط الممرات والاروق الشاب كرم قصي عامل بناء وجد بالصدفة هذه القطعة وشعر باهميتها ورمضع في حالته المادية الا انه لم يفكر باستغلال هذا الامر وشعر باهمية الحفاظ عليها خصوصا بعدما فقدت نينوى كمية كبيرة من اثارها بسبب النهب والتخريب الذي حصل ابان سيطرة الارهاب عليها وبحسب احد الخبراء الذين اطلعوا على هذه القطعة فقال انها تعود الى بلاط احد القصور الاشورية وتحمل كتابات توثق ما حدث في تلك الحقبة من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير